الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد تابعت ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية على لسان القرضاوي من تحريض لشباب مصر ومن دعوة للحجد ضد مصر وأقول إن ما فعلته إنما يعد جرما عظيما ويعد من باب العقوق لمصر ولأهل مصر وأقول إن شعب مصر عندما اختار الخروج في 30 يونيو إنما قد خرج بإرادته إنما قد خرج باختياره ليصحح وضعاً هذا الوضع كان فاسداً خرج ليصحح أمراً هذا الأمر قد اختطف منه بأسره خرج الشعب بإرادته واختار مصيراً هذا المصير يؤدي بالبلد بأسرها إلى الأمن والأمان اختار هذا المصير واختاروا بعد ذلك قائداً هذا القائد يرفع راية البلد اختاروا قائداً لأجل أن يعم الأمن والأمان في بلدنا الحبيبة مصر وفق الله أهل مصر بأن نصرهم في صورتهم هذه في 30 يونيو ونصرهم الله وهذا هو وعض الله لمن يتقيه كما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن مصر بأسرها وبشعبها وبقائدها بعد أن أنعم الله عز وجل عليهم بتصحيح هذه الأوضاع يأتي بعد ذلك هذا الرجل الذي يتكلم باسم الدين ويريد أن يرجع بمصر إلى الوراء إننا نقول له إننا نقول له اتق الله إننا نقول له إنك عالم وإنه لا يوجد في شريعة الإسلام ولا يوجد في أي شريعة من الشرائع ولا في أي ديانة من الديانات ما يدعو إلى ما تدعو إليه إنك تدعو إلى قتل الأبرياء إنك تدعو إلى التدمير وإنما قمت به إنما هو دعوة خاطئة وأقول لك إن ذلك لا يخفى ولا يخيل على جموع شعب مصر فإن شعب مصر قد اختاروا الخيار الحق اختاروا ما ينبغي أن يكون اختاروا ما يصلحهم في بلدهم اختاروا أن تكون مصر مرفوعة اختاروا أعلموا أن مصر بجندها وبرجالها وبقادتها هؤلاء في رباط إلى يوم القيامة إن شعب مصر عندما اختار في صورة 30 يونيو عندما اختار الخروج لتصحيح الوضع الفاسد إنه قد اختار ذلك لأنهم يثقون بأنهم جند الله وأن رسول الله قال في شأنهم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا هم من خير أجناد الله في الأرض كما قال أبو بكر ولمهذا يا رسول الله قال النبي المصطفى محمد لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة إنما فعله القرضاوي من دعوته للتحريض إذا نظرنا إليه رجل معجب لأنه يريد سفك الدماء الله عز وجل بيّن ذلك حيث قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهل الد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد أتريد أن تحكمني فإن لم تستطع واخترت غيرك أن تحرضني بعد ذلك وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد وإذا قيل له وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم نقول لك يا قرضاوي اتق الله في شعب مصر اتق الله في أبناء مصر اتق الله في مصر وكف من لسانك هذا اللسان لأنك ستحاسب أمام الله على فعلك هذا وإننا نسأل الله جل علاه أن يجعل مصر مرفوعة الراية وأن يوفق قائدها اللهم اجعل مصر اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا اجعل اللهم يا ذا الجلال والإكرام مصر أمنا وأمانا وفق اللهم قائدها لما تحبه وترضاه اهلك اللهم الظالمين المعتدين الذين يريدون أن يشوشوا على مصر والذين يريدون أن لا تستقر مصر يا رب أرسل هؤلاء هم أعداء الوطن حقيقة يا رب أرسل على الأعداء صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذروا واسلبهم الحلم والإمهال إنهم آذوا عبيدا إذا ذلوا لك اعتذروا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة شكرا